من جانبه أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويلة الباريس أكد دعم بلاده لحل دولتين وأكد إداناتها لأي انتهاك ضد المدنيين ورفضها تدمير المنشأة المدنية ومنع وصول المساعدة الإنسانية كما شدد وزير الخارجية الإسباني على ضرورة وقف الاستطان في الضفة الغربية المحتلة وكدا أن بلاده لن تقبل العنفة والطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الفلسطينيين نتمسك باعترافنا بدولة فلسطين وإقامة دولة فلسطينية فالوضع في غزة أصبح كارثيا ويتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار وندين أي انتهاك للمدنيين ونرفض منع وصول المساعدات الإنسانية نحن لن نقبل العنفة والطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الفلسطينيين ونسعى إلى سلام مستدام عبر حل الدولتين كما أننا نطالب بإقامة مؤتمر سلام تشارك فيه جميع دول المجتمع الدولي وندين أي انتهاك للمدنيين ونرفض منع وصول المساعدات ترجمة نانسي قنقر